سنبقى نتكلم عن النهاردة ونبدأ كده تحديدا بالمدرين الفنين طبعا كابتن عبد الحميد باسيوني من الناس برضو مدربين التقال جدا والنهاردة حيكون من المدرجات بيدير عشان الإقاف اللي كلنا عارفين عنه لكن الفكر متقارب برضو مع كابتن سامي قمصان إلى حد كبير جدا للهجمات المرتدة الدفاع يعني اكتكاته للدفاع الكلام ده كله فبتشوف بقى لو زي ما بيتقال كده يعني المواجهة هتبقى ازاي بصي هو طبعا محميد باسيوني طبعا لوتا جروبا قريبة مش من بعيد يعني مع النادي الأهلي المكان طلع الجيش وطبعا ماتش السوبر وكده ويعني حافظ النادي الأهلي وحافظ العابة النادي الأهلي هو مدرب كويس من المدربين اللي بتعرف تلعب الفرق الكبيرة احنا طبعا مباراة مباراة كؤوس اللي جاية دي كلها مباراة كؤوس مفيش هزار لازم ايا كان بقى يعني انا عايز اقول للناس برضو ما نعودش نقول بقى قص الأداء ومش الأداء احنا الفترة اللي جاية لغاية ما ربنا حلها من عنده لان اتحدى الكرة مش يحل هو ربنا اللي حلها من عنده ان لازم يبقى فيه بقى وقفة وفيه مسم استثنائي وفترات راحة كافية للعيبة فإلى ان يحصل هذا اللي انا بقوله اللي هو الغريب شوية دوت اللي مش عارف يحصل ولا مش يحصل لازم يعني قدرنا ان احنا التلاتة بونت بأي طريقة بقى التلاتة بونت يعني لسه نتكلم احنا على موضوع بيرامدز والنادي الاهلي ما كانش بالشكل المطلوب ومش طريقة النادي الاهلي اللي هو بيأمن ويلعب على الجماعة المرتدة انما في الاخر قدى الغرض احنا راضيين بالقصة دي خلال الفترة الجاية وغاية ما يجي استقرار وغاية ما المدرب او المدير الفني اللي النادي الاهلي اختاره يجي وشوف ويفكر بس انا عندي يعني كلمة لازم اقولها لسامي انت رضيت او ما رضيتش يا سامي لازم تحط دماغك في الولاد الصغري لازم ماهو مش مش ده حصل بالفعل يعني طبعا الفترة الاخيرة كلنا شفنا ان فيه اكتر من لاعب الحقيقة مش في المستوى المعتاد او الطبيع بتاعه وده منطقي جدا زي ما اتكلمنا نتيجة الاجهاد وتلاحم المباريات الى اخيره لكن مسألة الدفع بالشباب هي فعلا مفيدة على كل الاصعيدة صحيح مفيدة للفريق ومفيدة للشباب دول نفسهم تمام يعني الى اي دور انا عالز اقول له كريم حاجة هو في الوضع لو الوضع طبيعي انت بتحط الولد الصغير ده في توقيت مناسب توقيت المناسب ايه اللي هو يكون الفرقة مثلا كسبانة وتروح مديله تلت ساعة نص ساعة تيجي بعد بس ده مش حاصل الفترة اللي دلوقتي ليه لان الماتشات كلها صعبة زي ما قلنا بنقول ماتشات كؤوس ولازم ثلاثة بونط والجمهور مش هيرضى الا ببطولة الدوري السنة دي مش اوبشن تاني يا كابتن هشيش خالص خالص فطبعا المدير الفني بيبع عليه برضو ضغط فلازم يجمد شوية ليه لان انا زي بقولك انت غصبا عنك رديت ولا مرديتش انت لازم هتلعب الصغيرين لان انت عندك دلوقتي لعيبة انا شايفها مقتولة تعبانة تعبانة انت لو شفت الماتش القابل اللي فات علي معلول وهو بيشاوره خارج من الملعب هو مش قادر يوصل للخط عشان يريح مجهد تعبان جدا يعني الراجل بيلعب ستاندنج النادي الاهلي بقاله كذا سنة ما بيخيبش ماتش غير متخب تونس فالراجل ده تعبان تعبان يعني ايه اللعبة وصلت لمرحلة كمان انهوان ده ايه ان ما ينفعش ولك هتدي له راحة اربع ماتشات مش هلعبه الماتش الجاي لا مش حكاب فيه برضو ليه الماتش الجاي انت عارفة لان الماتش الجاي كل يومين كل يومين فدي مش راحة بالنسباله ممكن نديك ساعتين راحة بالنسبال ساعتين تقاين شوية ونجيبه فالقصة دي مش هتقي يعني لازم الولاد صغيرين لازم يعني لازم يجمد ولعب يدي 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 فيه ناس اثبتت انها كويسة زياد لعيب كويس ولما اخد لعب كويس قوي فيه كوكا لعب كويس عنده اللي فات كان من افضل تلاتة تقريبا في المباراة